عشر ولايات منتدبة بالجنوب تمت ترقيتها إلى ولايات كاملة الصلاحيات القرار الذي كان مجرد وعود انتخابية لسنوات أصبح اليوم واقعا واقع بقدر ما يعكس محاولات السلطة للتكفل بمناطق الجنوب الكبير بقدر ما يطرح إشكاليات تمويلها في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد وهذه المناطق هي برهنت على نفسها الأساس أنها قادرة على التنمية والتنمية المحلية سواء بالنسبة للزراعة أو بالنسبة للسياحة أو بالنسبة لكل عوامل التنمية الموجودة كذلك في أيطار التعاون الذي بدأت به الجزائر من قبل التعاون بين الولايات الحدودية وبما أن هذه الولايات تتواجد على الشريط الحدودي للبلاد وهذا ما يعزز الجانب الأمني على حدودنا الملتهبة بسبب الأزمات الأمنية حيث ستعزز هذه الولايات العشر الجديدة بهياكل أمنية أكبر ستسمح لها باحتواء الأمن بالمناطق الحدودية ترقية هذه الولايات سوف يعطي أهمية كبرى سواء بالنسبة للتنمية أو بالنسبة للبنى التحتية وإعطاء بنى تحتية تستجيب للمتطلبات المعيشية للسكان هذا سوف يعزز الأمن القومي ويرى خبراء أن ترقية الولايات المنتذبة إلى ولايات يحتاج إلى ميزانية خاصة لأنه يتطلب إنشاء هياكل ومقرات جديدة وفتح التوظيف حتى لا تبقى هذه الولايات والمقاطعات بلا مقرات ولا مياكل كما حدث في سنوات الثمانينات أين بقيت ولايات لسنوات متشردة ولا يدري مواطنيها لأي ولاية يتجه لإتمام معاملاته واستخراج وثائقه